أدى اليوم اليمينة الدستورية أمام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي التشكيل الوزرية الثاني عشر لمجلس الوزراء في حكومة دولة الإمارات وذلك بمباركة من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد الانهيان رئيس الدولة وحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد الانهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وذلك في قصر المشرف في أبوظبي فقد أدى اليمين أصحاب السمو والمعالي الوزراء في التشكيل الجديد للحكومة كل من الفريق سمو الشيخ سيب بن زايد الانهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ منصور بن زايد الانهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة وسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم وزير المالية وسمو الشيخ عبدالله بن زايد الانهيان وزير الخارجية والتعاون الدولية ومعالي الشيخ انهيان بن مباركال انهيان وزير الثقافة وتنمية المعرفة ومعالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل ومعالي سهيل محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة ومعالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد ومعالي نجلة بنت محمد العور وزيرة تنمية المجتمع ومعالي حسين بن ابراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم ومعالي عبدالرحمن بن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية ومعالي محمد بن أحمد البواردي وزير دولة لشؤون الدفاع ومعالي صقر بن أغباش سعيد أغباش وزير الموارد البشرية والتوطين ومعالي سلطان بن سعيد البادي وزير العدل ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغيير المناخي والبيئة ومعالي الدكتور عبدالله بن محمد بالحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية ومعالي عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية ومعالي الشيخة لبنة بنت خالد القاسمي وزيرة دولة للتسامح ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي ومعالي جميلة بنت سالم مصبح لمهيري وزيرة دولة لشؤون التعليم العامة ومعالي الدكتور أحمد بن عبدالله ميد بالهولي الفلاسي وزير دولة لشؤون التعليم العالي ومعالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة دولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادية ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد سلطان الجابر وزير دولة ومعالي الدكتور راشد بن أحمد بن فهد وزير دولة ومعالي الدكتورة ميثة بنت سالم الشامسي وزيرة دولة ومعالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للسعادة ومعالي شامة بن تسهيل بن فارس المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب يأتي ذلك في أعقاب إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم عن التشكيل الوزاري الجديد لحكومة المستقبل بعد التشاور مع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد الانهيان واعتماد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد الانهيان رئيس الدولة وآرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم عن تمنياته بالتوفيق والنجاح للوزراء في النهوض بمسؤولياتهم على أكمل وجه مؤكدا سموه أن رؤية صاحب السمو رئيس الدولة وتطلعاته للمواطنين تتطلب مضعفة الجهود والعمل بروح الفريق الواحد لمواصلة مسيرة الإنجازات في الدولة وصولا لأفضل المراتب عالميا حيث قال سموه سقف طموحاتنا عال والإمارات تنتظر منكم الكثير ونحن نراكم أهلا للثقة ونأمل أن تضعوا الوطن والمواطن في قلب الأولويات دائما كما أكد سموه أن حكومة المستقبل تعكس رؤية القيادة في دولة الإمارات لتحقيق مزيد من التطور والازدهار في مختلف المجالات وقال التشكيل الجديد خطوة أولى لفكر جديد في منظومة العمل الحكومي أدواتها الشباب والسعادة وتطوير المعرفة والمرحلة القادمة تتطلب منكم أفكارا جديدة لتطبيقها ميدانيا وأضاف نسعى لتحقيق قفزات تنموية كبيرة في كافة القطاعات الحيوية لدولتنا بما ينسجم مع تزايد الثقل الدولي الذي تتمتع به على المستوى العالمي من جانبهم أعرب الوزراء عن اعتزازهم بإثقة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايدة لنهيان وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم وفخرهم بانضمامهم لفريق عمل حكومة المستقبل معاهدين في الوقت نفسه على مضاعفة الجهود والإخلاص في العمل لخدمة الوطن والمواطنين والوصول لتطلعات الحكومة والقيادة الرشيدة وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم قد أعلن عن التشكيل الجديد لحكومة المستقبل من خلال تفاعله مباشرة في حوار المستقبل مع عشرة ملايين متابع عبر وسائل التواصل الاجتماعي وأكد سموه في الحوار أن التشكيل الجديد هو مرحلة جديدة عنوانها المستقبل والشباب والسعادة وتطوير التعليم والتعامل مع التغيير المناخية وأن التشكيل الجديد يضمن أن يكون للوزراء في الحكومة الجديدة دور استراتيجي وتنظيمي وخارطة طريق لتعهيد أغلب خدمات الحكومة للقطاع الخاص حيث تضم الحكومة عددا أقل من الوزرات وعددا أكبر من الوزراء للتعامل مع ملفات استراتيجية متغيرة شكرا